اشتركوا في القناة حصادة 20-23 واختيار أفضل شخصية في مجال السياحة على مستوالاتنا العربي وكانوا يسمونه واطلق عليهم يعني نبوم السياحة العربية طبعا هي كانت تابعة لجريدة السياحة العربي مع التابع الاتحاد العربي للام السياحي والاتحاد العربي للام السياحي برضو هو منظمة تابعة الجامعة الدول العربية دي الدورة الخامسة مضبوط وفيها أكثر من 15 دولة عربية وبيتعمل منطقة ليه سنة ويتعملوا في مصر كل سنة وكان فيه اختيار نجوم السياحة العربية ما بين أكثر من 500 مترشح على كل الأصعاد سواء بقى مدير الفنادق وشركات السياحة ومواصل الهيئة السياحة كويس جدا طيب أنا يعني طول عملي أسمع كلمة تسويق دي بقف قدامها لأن احنا طول عملينا عندنا مشكلة في المبيعات وتسويق والله أنا بدور دايما كده إيه الأسباب أن احنا كبلد ما بنعرفش نسوي لنفسنا كويس لأن الناس ما عندهاش ربع المقاومات اللي عندنا وتلاقيها بتعرف تسوي لنفسها كويس جدا تعرف تعمل دعاية لنفسها كويسة فخلينا نتكلم على تسويق دي أنا حقول إن المشكلة دي بادي عندنا المدرسة يعني الولاد حتى عندنا في المدرس ممكن يكون عندها مشكلة في أنها تقدم نفسها هتلاقي نادرة ما تلاقي ولد بيعرف يتلع مصرح ويتكلم وعنده جرأة ويقدم نفسه أو يسوق لحاجة فخلينا نبتدي كده من تحت كده إيه اللي يخلي واحد عنده الموهبة بتاعت التسويق والمبيعات كويسة وإيه اللي يخلي واحد تاني ما يعرفش يسوق هي الفكرة كلها موجودة هي الموهبة عملا خلينا نتفق على حاجة واحدة نرجع للأساس ونقول إن أي حد لازم يكون عنده التسويق والمبيعات لكل المهن بتمشي مع كل المجالات بمعنى إيه أنا النهاردة لو أنا مدرس وما بعرفش أسوق شخصيتي ومعلومتي للطلبة هبقى مش أفضل الصف مع المدرسين وكذا لو أنا الدكتور فالمبيعات والتسويق لازم بتمشي مع الشخصية لتسويق المنتج نفسه والتعبير عنه طب خلينا نتكلم على المنتجة ممتازة خلينا نتدي بيها دي ممكن تكون في شكل إيه في المدارس يعني إيه الحاجة لأهل إنه يكون بيعمل مثلا بيوفر لمسرح بيكون بيشتغلوا مسرحيات بتبدأ من أول السلوك من أول السلوك والشخصية وتنمية الشخصية في البيت أبن المدرس نهاردة أنا بطور في عندي ابني بطور فيه بديله فرصة يتكلم بديله فرصة يعبر عن نفسه إحنا زمان وإحنا صغالين كلنا بناخد مادة التعبير وكان بقى فيه جمال ونقد نكتب مقطعات مقطعات معرفش موجودة لحد النهاردة ولا بس كانت بتدي فرصة للتعبير ويجي المدرس يتشيك عليها عشان نشوف إحنا صغنا بأي جملة فالتسوير بداية من هنا بتبدأ كمان من السلوك حتى المنتج السياحي إحنا مصر جمعنا عارفين وغني عن التعريف قد إيه مصر عندها منتج سياحي قوي جدا 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 ومن أهم مدات تسوير منتج السياحي المصر هو السلوك يعني إحنا حتى الضافر جهود الدولة كلها والوزارة والعملين في القطاع والسلوك بتاعنا كشعب مصري ما يخدمش على القطاع السياحي مش هيبقى موجود السياح من الأول ما بينزل محتاج يبقى فيه سلوك في المطار مع سواء التاكسي معانا لما بيروح المزارات زي الأهرامات وبالهول وبيروح أي حتة بيقماش في الشارع محتاج يحس أنه إحنا شعب مصر طرح ما شعب مضيوف السياح بيحب يحس أنه هو مش مترائب مش مطارد مش حد بمركز معاه عايز يحس بأريحية فالسلوك دايما هو فرست الله ستنبرش طيب خلينا نروح مين المسوق الشاطر أو اللي بيعرف يعني أو مدير مجالات الشاطر ومين اللي ممكن يكون يعني لو نتكلف الحتة لتخص مجال السياحة والفاندق لأن المباعات والتسويق في الفاندق مختلفة شوية لأن هي بتبقى أي معالة أولا أنا كمسوق الشاطر لازم أبعرف البرودكتب تاعي بيخدم عليه بمعنى لو أنا أوتيل في ديستينيشا المعينة لو أنا في القاهرة غير لما أكون في البحر الأحمر غير لما أكون في الأسر وأسوات فلازم أبعرف بطبع لازم أبعرف طبيعة البرودكتب بتاعتي عاملة إزاي مين اللي بيستقطب أنا أستقطب مين هيجي تزورني مين مهتم بي يعني أنا النهاردة بخاطب ناس أنا في البحر الأحمر بخاطب ناس بتيجي السياحة طرفهية غير لو أنا في القاهرة أو في لقص الواصل بخاطب ناس بتهتمي بالسياحة الثقافية فنرجع الأول أن نحن نبقى عارفين البرودكتب تاعي في إيه إيه المميزات بتاعتي حاجة اسمها اليو اسبيسي اللي ما بيسموها النقطة الفريدة اللي أنا إزاي ألمع عليها استخدمت المباعي لو أنت تبقى ماشي كده في المول وتلاقي حاجة بتوقف ترحى مثلا أنت شابي قهوة تعدي حاجة أي كونتكت على سيلة على حاجة صح سيت تروموشن وجيت وان في باي وان في عيد فأنا لازم يبقى عندي معارفة بالبرودكتب تاعي كمان أبقى بلاند بلاند أخطط أبقى عارف النهاردة السنة حاجة اسمها الديماند كالندر السنة بتقول إحنا النهاردة فيه موسم آيات بعدها فيه موسم رمضان وبعد كده موسم الصيف عيد الربيع ده مش بتدرس بقى الكالندر بتاعت مصر أو النتيجة بتاعت مصر أنت بتدرس العالم كله بمعنى أننا النهاردة لو عايزين ناخد نزود بزنس مكس مختلف ما بين كل الجنسيات يعني الأوروبيين عندهم أجلزة ربيع وعندهم أجلزة خليف الضبط والأخوة الخليجيين عندهم نفس الموضوع في مصر إحنا عندنا في مصر أجلزة نصف سنة أوريدي القتلات شغال عليها من بدل وفيه أوريدي فيه هيبقى فيه زخم في الفترة بتاعت نص السنة من السياحة المصرية المحلية المحلية مصبوط فيه فنادق الغرداء وشورم الشيخ وكمان القاهرة لأن دي أجازة ومخططة بلند قبل كده فالمساوق الشاطر لازم يكون عارف البروداكتب لازم يكون عارف نقاط قوته إيه ولازم يكون عارف نقاط مذاكر النتيجة مذاكر ويحط نفسه على التراك هاخد شير جلوبالي أنا أولاين موجود أنا موضي مع الناس في مصر وعندي الشير بتاعي من الخليج شوف البزنس مكسي بتاعتي فيها إيه وابدأ أطور أطلع حاجة مكتملة ده المساوق الشاطر طب احكي لي أنت دورك إيه بزا تبقى في القتل يعني بتتعامل مع وسطاء ممكن تروح بورصة بورصة سياحة احكي لي كده إيه الأدوار المختلفة دايماً المباعدة والسفية في القتلات عندهم أدوار كبيرة جداً ما بتقتصرش على حاجة معينة هو مش بس بي بريزينت القتل بتاعه فيه بيطلع بورصة سياحة في عربية أو عالمية في لندن أو في دبي أو في السعودية هو مش بس بمثل مصر كما أو بمثل القتل وفيه مع الشركات المحلية والحكومة لأ هو بيبدأ من أول ما بيبدأ نعمل حاجة اسمها برايسنج استراتيجي بيبدأ من أول ما بيسعار القتلات ويسعار الغرف بالتوازن معها هي خليط نحل مع قطاعات الإرادات كل ده مع بعضه بيطلعوا ميزانية الفندق وبيحطوا سياسة تسعيرية لها بمية تماشى مع العرض والطلب وحجم التسعير مع المنافسة وعرضه ما ينفعش حد ومع الظروف بقى اللي بيمردها العالم مع الظروف اللي بمردها شكل أسر يعني بيبصوا النهاردة على غزة للحاجات اللي جنب المتأثر بيبصوا النهاردة على انفراجها بيبصوا النهاردة وبيبدأ نصعر وبعد كده بيبدأ يعمل تعاقدات يعمل برموشنز يشوف مع الأسواق العالمية مع شير مثلا ياخد شير من الأوروبا وشير من الخليج وشير من مصر ويبدأ يركز على القنوات اللي تشانلز بتاعتنا اللي تكون شغالة مع كل الأولاين بمحركات البحث التواجد على السوشيال ميديا تسويق للأوتيل نفسه مع الصحف والميديا فالدور ما بيقفش بس عن مجرد اسم تسويق هو قايم على كل المعطيات في الأوتيل حتى كلنا في القطاع السياحي بنسويق الفندوق من أول زميلي اللي واقف الدور ما بيفتح الباب بيقولك تفضل لأورتين لحد زميلي يسنوك المفتاح لحد زميلي بنظف غرفتك لكلنا بنسمي نفسنا مصوقين نحن بنقدم الخدمة معتبر كل اللي بيشتغلوا في الأوتيل من بداية الغاية كلهم صفراء للخدمة وسفراء لمصر وسفراء للخدمة مصوقين النهاردة لو أنت عندي احنا براجعنا للسلوك حيث بتشوفي حد بيقولك الحمد لله على السلامة ودي لك المفتاح هو مبسوط والقوضة بتستلميها بسرعة ونضيفها ومجهزة ويكلمك أخبارك إيه الإقامة عاملة إيه كل سنوان طيبة النهاردة عيد ميلادك وفي حد تاني تفضل يا فندم نورتين أو كل سنوان طيبة كل سنوان طيبة فرجعنا برضو للسلوك الأساسي فكل العاملين في القطاع السياحي كلهم بيسوقوا البرودكت بتاعتهم بلا استثناء لأنه لازم أصلا البرودكت يخدم على البرودكت كمان وده يخدني الحتة تانية مهمة جدا يعني أن ما ننساش أنا شايف أن من أهم معطيات الجاز بالسياحي المصر مش بس مصر قاماقصد وكارتاكس وخيرات ربنا حبها لمصر لأ العامل البشر الموارد البشرية في مصر قوية جدا إحنا عندنا أحسن أتليارز موجودين أحسن أيدي عاملة على كل الأصعيدة وكمان يعني رغم الظروف اللي حصل اللي يستمحفظين على المجموعة كويسة بتاعتنا طبعا يا فيه مشكلة كبيرة جدا أنها كان الموضوع تيولي المهاجرة يعني دايما اللي بيستقطبوا الدول حوالينا يعني بيستغلوا الظروف والمعطيات اللي بتحصل فبيستقطبوا الناس اللي هم يعني صفراء المهاجر بالزبط الخبراء اللي محترفين الوزارة بصراحة بازلة مجهود والغرفة المنشكات في موضوع التدريبات كتدريب للسطف وزارع فيهم الجو الفندقة ونزيب أصياء الأوتلير ده خد بالك انتعرف ان الناس اللي بتسافر حتى اللي بتساميهم تيور مهاجرة وعندهم محترفين جامدين جدا وعلى فكرة حتى بغض نظر عن الأزمات هتلاقي الدول اللي جنبنا المنافسة أو دول اللي جنبنا تستدعيهم بأرقم محترمة جدا بس ممكن يبقى بيعمل نوع من التعاون يعني يعني وبتعمل تعقدات مع وكلاء هنا فخرييني الكلام على دي انه زي اللي بيسافر ما ينساس بلده طبعا طبعا هي دايما المصري عنده ولاء لمصر يعني يعني أنا فاكر في موقف يعني يعني مش عارف ينفع كنا في فترة يعني من حوالي خمس سنين كنا في السعودية وكنت بماسك مبعث تسويق لأحد الفنادق في المنطقة الشرائية في السعودية وكانت مصر بتلعب في الكاس اللي هم الأفريقية وانا بداي زويه كده وما شفت المتخب والسعود والواطن وقمت وقفت فكان فيه موجود حد من الناس يتفرج على المواتش كان مدير التدريب والموارد البشرية في شركة أرامكو كان في الوقت خالص فنزل فصور الفيديو بعد ما خلصت قال لي أنا ممكن أخذ الفيديو ده وعرضه في الترينيج بتاعي قد إيه حتة الولاء احنا المصريين بيبقى سفراء لبلدنا في سلوكنا دايما تروح للدول الجامدين سواء الدول العربية ولا الغير العربية هتلاقي المصريين في قطاع السياحة أدت فاليو بطريقة رهيبة ودايما لو عايز ينجح برودكت لازم يجيب يعملها مصري بالنسبة للقافلة أنا كنت شرفت أن أنا كنت موجود مع القافلة في شهر ديسمبر اللي فات مع هاية طرشية السياحة والوزارة وكان الدكتور غداش غرفة جدة ورجال أعمال وعادة الكبير من الشركات السياحية عجبتنا جدا حتة أن احنا في حاجة اسمها برامج اسمها عمرة بلاص عمرة بلاص دا بيجهم وعملينه للناس اللي بتيجي تعمل عمرة عندنا جدة لشهر مجدل القرح نحن ساعة ساعة يعني مريبة جدا فلتو إحنا ليه ما نعملش عمرة بلاص الناس بتيجي من دول الشرق آسيا والصين والهند والفلبين وغيرها وتيجي تعمل عمرة وتكمل تروح ساعة على مصر وتروح تعمل زيارة ثقافية تشوف مصر وتشوف القائم كمان أطلقهم بادرة على موضوع أن نحن يبقى عندنا تأشيرة خمس سنين لمصر وتتقدم للجهات المختصة في القنصرية المصرية سواء في جدة أو في رياض وتحصل عليها كمان يبقى فيه إقامة لفيزا للمصريين اللي عايشين في دول الخليج اللي هو المقامين في مجلس التعواني الخليج فكانت بصراحة لها مردود إيجابي هيل وعلوا حتى الصحفيين بكلمة أرحب مليون لأن دي كانت زيارة في توقيت مهمة جدا ومصر بتحاول تأخذ شيء من السياحة العربية من استعيد به مع السياحة الأوروبية في الفترة الحالية كويس قوي قولي بقى نجوم السياحة العربية لعام عشرين تراتة وعشرين هم كانوا في عشر فئات لو كلمنا فيهم بس خليني كلام أنا أفضل مسؤول ما بيعطت الفنادق واتقاست ازاي بتتحسب بالأعداد كان فيه معايير معايير للسيفي بتاع الشخص نفسه والبروبرتس اللي بيهندلها وكان فيه استمرات للترشح فهما فيه ناس ترشحت وقعدوا تفلترت معاهم وبعدين بقى فيه بقى اطلقى بقى موضوع الفوتينج بقى الناس بقى تتصوت كانت فيها صوت بقى لها فترة أكتر من شهر فكانت فيها صوت وصلت إلى عشرين ألف صوت كانت منافسة شرسة جدا والناس كانت حب المنافسة كان فارق قوي وكان كله بيحاول في الآخر بيبرزنت اللي كان بأنها كانت سياحة عربية ومصرات العربي فكان كله على المستوى الشخصي بيحاول بيبرزنت الفنادق اللي بيشتغل فيها بيربزنت نفسه بيربزنت مصر كمان فبتعمل صد صوت مع كل الإعلام لنهارده الإعلام والميديا جزء يتجزى من السياحة دايما مدير التسويق والمبيعات بيبقى همزة وصل مش بس أنه يكون بيتعامل مع وكلاء أو شركات بره عشان يجيب سياحة أو يروج للأوتال بتاعه كمان بياخد الأفكار المختلفة ويوصلها للإدارة بتاعته احكي ليه على الدور ده وإزاي ممكن يكون لأنه كل شوية في حاجات جديدة ومنافسة جديدة وبره بياخدوا خطوات سريعة جدًا في الأوتال بتحصل طبعا حتى اللي بقى بنشارك في المعارضة السفر والسياحة زي سوصل على طول بنسجل حتى احنا بنخلص اجتماعاتنا ونطلع نبص على الأجناحة التانية بتاع الدول التانية بنشوف الدول عاملة طريقة عرضها للجناح بتاعها أظن تغيير مبهر وسريع تغيير مهول تغيير بسرعة البرق النهاردة الناس فيه منافسة شارسة السياحة ما ننساش مصدر مصدر الداخل للقومي دائما كانوا يحفظون النهاردة هي حقا في الوريد عايزين دولار بكرة الصبح عايزين على السياحة احنا بس يالله احجزت عالة في دولار داخل البلد كل مليون سائح يجبهم مليار دولار تقريبا أفرش التطور والالالين الدنيا كلها رايحة تحجزي طيارة وتيل وتحجزي عربية من غير ما ترجع لشركة السياحة بالزبط فانت محتاج انت تدخل بسهولة شديدة وتدفع وانت وكله متأمن فالتطور ده محتاج احنا جمان نواجبه فدايما العملات الروتينية ما تبقاش احسن حاجة لان منافسة على السياحة على كل الدول وعلى الخريطة بتاعتشار قلاصة اتغيرت النهاردة بقى في دول جنبينا العربية بتستقطب سياحة بتنافس المنتجات اللي عندنا بتنافس السياحة الثقافية بتاعتنا بتنافس السياحة اللاجية بقاش مصر متفردة زي 20 سنة اللي في لا يا مصر متفردة خلينا اتطفق وبالزيد في نكلم على الثقافية على الآثار بتاعتنا مفيش في العالم احنا رقم واحد في العالم بس احنا لازم نخدم على المنتج بتاعنا ونسهله نعمل اكتر زي ما العالم كله احنا كمان لازم عندنا غير من شوية على مصر للمحافظات مصر كلها عندنا كل محافظة حيث عندنا اسماعالية مثلا يعني احنا ليه ما نعملش زي ما بنعمل كده مهرجان المنجة ومهرجان التمور في اسماعالية في مصر مصر مصدرين للتمور في العالم عندنا محافظات زي نمس بس السياحة مش لقص واسوان القاهرة عندنا كمان في يوم وقوة عندنا كمان في اسيوت عندنا في المينيا في تل العمارنة وفي فمصر الوحاة النهاردة عندنا ممكن تعمل اللي هي طبعا تعامل الشمس في معبد أبو سامل اللي عندك ممكن تعمل عيد ميلاد الرمسيس اللي قاعد دلوقتي بره وعملي رف العالم بالباسبور بكي عود عنخ أمون لازم نعمله برضو احتفاليات كبيرة جدا وأعتقد لو تعمل احتفال زي موكب نقل المميوات وزي يعني قول ده مش هتعمل بس طريق كباش ممكن يتعمل بالنادي بدا وان شاء الله يتنفس خلينا نروح للقنوات بتاعة التسويق والمبيعات يعني دلوقتي التحول الرقمي بقى رهيب بس حتى في التحول الرقمي بقى فيه ناسة بقى أكتر وبقيت بتستخدم وسائل أحسن تحكينا كده انت قنوات التسويق بتاعتك ايه القنوات التسويق بتاعتنا عندنا أربع محاور عندنا المحور هو المحور الالون الموقع على طول دوت كوم فعل البحث على طول وده ببعليه كمية آدس كبيرة عشان خاطر يستق النهاردة حاجة تريد تحيي المالديف بتجرب كده مالديف بتطلع الكوتيلات كده في الأول في الكيول الأوليني فده محتاج انحنا عندنا آدس على أساس ايه بيطلع في الأول على أساس بيست سيرفس على أساس تشيب برايس على أساس انت سوقها ناس عطبت بتعملها ريفيو بتروح يوتيوبرز والناس الانفلونسر بيعملوها عطول إعلانات فمجرد ما بتكتب بس الديستينيشن بيطلع لك قتلات في الأول بالضبط فالمعوقع الرسمي بتاعه لو كل قتل بيعانه موقع رسمي بتاعه بالمناسبة ها وفي دي هنا وكمان احنا لدينا الدولة بيعندنا موقع رسمي لتزوء ايه في مصر تروح فين يعني احنا برضو نحن تجيين نعمل ده كوزارة سياحة مصرية يبقى عندنا الموقع عليه كل الدياتا بكل الديستينيشن ممكن تعمل فيها ايه والانشطة المختلفة ها نحن نسينا عندنا بقوابة مصر السياحة دي تبقى حاجة مهمة جدا هتفرق قوي في استقطاب وتوجه السياح ومن خلالها هعمل الفيزا ومن خلال احجز الوطان واحجز الطيران واحجز وكل شركات السياحة تدخل فيها وتوفر دعربيات وتوفر تاكسي وهكذا كمان الموبايل ابس نهاردة بنا نرجع الموبايل حتى بيدي حاجة اسمها ديسكونت زيادة على الموبايل لو انت حاجزت الموبايل اب ليه لانه عارف احنا الوقت لو عادين اربعة مع بعض في البيت عيلة واحدة بتلاقينا اتكلمنا بعد كده كل واحد مسك الموبايل كل واحد حاجة مختلفة فاسرع يعني احنا نهاردة لو عايزين نحاجز مع بعض في البيت بنعمل ايه ابنوالش نتكلم عن القتل بنعمل بعض على طول سنمي سنمي صح بالزابط فاحنا نهاردة كمان الموبايل اب دعا لي دور كبير جدا للحجوزات القناة وخصوصا حكاية النقط وكلام ده بروب بتدي مع الناس وتريديم وتاخد عليها فده قناة القناة البعية كمان بقى اللي بيسموها الوت ايز اللي هي مواقع الحجوزات الإلكترونية مختلفة يعني أنا مش عارف يا أسماء بتاكينفع غير ما أقول الضبط طبعا معروفة كلها طبعا بتاخد شيرز كبير جدا عليها كمان النهاردة لو فيه شركات بقى بتيجي حاجة اسمها اللي ايه الوفلاين يعني بتبقى شركات عندها سيستم رابطة ومتحمل عليها الأسعار بتاعتها كم الشركات دي بتروح عاملة إعلانات للناس علشان يشتروا الوتيلات فدي قنوات مهمة جدا لقنوات السياحية غير الميديا نرى النهاردة صفحات بتاعت السوشيال ميديا دي مهمة جدا انتواجدها لأن بقى محرك للناس النهاردة هل بتستضيفه الناس اللي هي بتشتغل في الفلوجرز بيعملوا فيديوهات في ناس معروفة لو نهاردة قلنا على مجال حتى مجال الفناي دي فجال حتى في الأكل انت بتلاقي النهاردة في ناس معروفة نبرأ واحد الأكل صح وننروح روح المطاعم ونجرب ونشوف الإكسيبيريانس ويشوى أكل البنتج ويأكل ويصور البخار لسنتعرف أنه فكرة أولا دي باتي في تنافس في الغرف واني شكلها وشكل وفيو آه بقت التنافس رهيب والديكوريشن عمل ازاي في القوضة يتصوروه فأعتقد المتلقي عموما قاعد على السوشال ميديا يحب يتفرج على الكونتين ويحب يروح يحب يجرب هو عايز يروح يشوف يقعد على البول ويوسط الصبح يأخذ القهوة ويصور زيله يحب يأخذ نفس الفيو يحب يعمل التشيكين في نفس الفيو فده حاجة هم جدا الانفلوانسر والمعاقع اللي هي السوشال ميديا بتحرك يعني في ناس عندها بيجوا ووردو أنا يعني بقى جارسالة طبعا نحن نستقطب كل اللومالفورس العالميين لوزارة السياحة يجوا يعملوا فيديوهات على المصر يعني لو بتشوف النهاردة بتلاقي واحد عنده بالملايين بالعشرين مليون يقدر يجي يقول يلا تعالوا أنا هنا أخذت نهاردة في البرامدس ورحتكال الأكلة المصرية المشهورة الكشري والفلافل الأفكار الجديدة مهمة جدا أنه كل شوية نحن نشوف كل شوية حد يطلع بفكرة كده وتفرقع وتتكرر كتير وإحنا عندنا ناس مخاة كويس يعني يقول كده كده out of the box طيب خلينا نتلع على تقريب وموناسب نحن نتحول الرقمي والتكنولوجي تعالوا نتلع على الفاصل ونالكاتي I love planning travel with the new trip advisor and getting great advice and ideas in my personal travel feed I can follow my friends and travel experts for recommendations that match my interests hey check this out so I can discover exactly what's right for me like the perfect barbecue joint yeah we have to have barbecue great I'll save it the travel feed makes it easy to save ideas and plan trips together we gotta see a show though definitely no matter what your interests are your travel feed keeps you inspired oh my god we have to stay here like a review of a great hotel from your friend Debbie and because you're on trip advisor you can plan and book all in one place yeah that looks great you hungry? when you travel you can refer to places you save and your friend's recommendations Julie and Dan apparently love this place we should check it out plus it's easy to book your experiences on the go designers needed this size R for their poster ready? my travel feed even notifies me when I'm near something my friends reviewed all right guys welcome to our barrel warehouse they made us a couple of things what's next? let's go check out some music by saving things I want to do to my trip I never lose track of the places I want to go whether planning at home or on the go my travel feed keeps me inspired can we take our picture? and helps me share stories يعني مناسبة طرق التسويل حلوة لسه مطار بتاعنا منزل الحاجات اللي هي 3D زي 3D شاشة يعني 3D وفيها مصري قديم بيسلم عن الناس وكده وبين أكدنه خلاص حيطلع من التحيطة يعني فديه من الهاجات اللذيذة أظن والتكنولوجيا العالية اللي بتدينا نستخدمها طبعا فرقة جدا وكل الطرق اللي قاوتوا في سابوكس بتقص على كل واحد في مصر النهاردة الملوطيلات بتبقى شغالة والسياح فيها زخم بدي طاقة عجبية للشعب كل للناس كل كل اللي عملين في المجل السائح تغير بقى إسلام يعني بص من الزمان الغاية دباتي كان زمان السائح بيبقى بيدار على الرفاهية الشديدة وأنه إلهي الأوضة مش عارفة عاملة زي وكده وما يخرجش من القتال دلوقتي السائح بقيت مواصفاته إيه وبالذات بعد كورونا وبعد الأحداث خلينا أقول إن السائح تغير طريقة تفكير والحجزات يعني فيه الفئة اللي هي بيدار على اللاكشري اللاكشري والتلاتة اللي هي الرفاهية واللي هي الفؤر المستوى الرفاهية موجودة بس الشير ده تقلص وأعتقد لسه أخواتنا في الخليج والعرب بيحبوا النوع دامنا يعني الشباب بتطعهم متغير جدا تماما فالنهاردة الناس بتحسين يقول أنا ممكن أروح بدل لكشري قوي ممكن أروح قتيل أو فور ستار واخد فيه سبع ليل بدل ما اخد فيه فور لايتس ويعمل سفاري شباب دلوقتي في العالم بيدار على الحاجات المختلفة وبقى بيحجز بنفسه يعني الأول برضو كان بيشوف شركة بتحجز له تعمله برنامج بتاعه كله من أول ما تأخذه المطار دلوقتي بقى الشباب بيحجز بنفسه كل حاجة على الأولاين خلاص بقى موضوع مختلف كمان بقى تطلع الشباب النهاردة ما بقاش يروح دستنيش على واحدة يعني الأول كان ترب على مصر خلاص القاهرة ويرجع لقى النهاردة بقى فيه توجه وانه يروح القاهرة ويطلع على الريتسي على الغرداء على شرم الشيخ ويرروح كمان اسكندرية السحل الشمال مظبوط يعني احنا لو خدنا بالنا نحنا الحمد للدولة كانت عامل أسبوط كبيرة على السحل الشمال وكما رجال العالم على مين وده من أسطر من أول مطار بورجة عرب لحد مطار مرسى مطروح كانت الناس بس وذات الأخوة الخلايجة كانوا بيجوا على القاهرة والسحل والسحل وقاهرة وتلاقي القاهرة كلها فولي بوكت والسحل فولي بوكت والغاية دلوقتي على فكرة رغم أنه مش موعيد أجازات لك علشان فيه الأجازات اللي هي بتاعت النص السحل فكمان ده قده برضه أساهم أن يبقى فيه استثمارات إنه باشده ومبقاش الدولة والوزارة بتخطب الناس كمان في الخليج تحديدا حتي تتسحل الشمال ومبقاش بس أن انت تيجي كسائح أهلا وسهلا مصر بيتك كمان تيجي كساسمار فيه مساحات فاضية تبيني عليها فنادق فيه مطاعم جهزة على التشغيل فيه قطع موجودة فهذا برضه لو أخد بالك حكاية سياحة الإرقامة دي بقت مهمة جدا وبالزيد الدول العربية بيبقين عايزين عودوا شهر وشهرين أو فترة الصيف كلها ففكرة الشقق الفندقية دي بقت برضه وقت فرقت جدا وهم تعودين عليها يعني برضه اللي بيروح الخليج عارف أن دايما الفرنش دق بارمنت أو السويتس هم بيعشقوها هم بيحبوا دايما الحاجة تبقى واسعة وفيها خدمة بقت والعيلة كلها موجودة مع بعض فده برضه توجه كويس والدولة بدأت تينفست فيه وده ظهر جدا فيه الساحل تحديدا للفترة اللي فاتت كمان مع موضوع المطارات هروح بس حتة المطار غير مطار متروح مطار سفينكس نهارده حتة المتحف المصر الكبير هيددي إسراء ضيف زيادة للقاهرة قد تفعله النهارده بقى الموضوع مباش بس تيجي القاهرة ثلاثة يام أو يومين هيبقى النهارده القاهرة تبقى احتاج خمس تيام علشان تيجي النهارده مطار سفينكس وتيجي تشوف المتحف المصر الكبير وتشوف الأهرامات وتطلع كمان تكمل تشوف الأسوان لان ده الساحة الثقافية في جنسيات بينها قصد الساحة الثقافية فالمطارات بتخلي دايما فيه هي الباسورد هي المتنفس للساحة النهارده محتاج برضو حاجة سريعة حاجة قريبة يعني محتاج بدل مي مثلا ينشي ده من مطار مصر اللي هو موجود في مصر الجبيدة مزروط اي بيع يجاي على السونك سنة طول جنب المتحف وكمان ده بيدي إضافة لتوسعات والتسسمرات وعمالة النهارده فيه المنطقة اللي فيها المتحف المصر اللي فيه اوتلات كتيرة بتفتح تفتح فتحت تفتح بعد كام شهر تفتح آخر السنة فده بيخلي برضو أن فيه فرص عمل للشباب وحتى إفر للطلبة والسسمرات طريقة مباشرة وغير مباشرة فدايما السياحة هي المنفس والمخرج الوحيد ودايما زي بقوله كده هي جولوكوس الدولار السياحة طيب خلينا نتكلم على أنه دلوقتي يمكن زي ما أنت قلت من شوية في فكرة محركات البحث بعض الأحيان بتباني من كتر ما مثلا فيه اوتال معين عليه إقبال جامد أو عليه آيات جامد خلينا نتكلم على الريفيو لأنه في بعض الأحيان الناس ما بتاعتخش ما بتدخلش تعمل ريفيو ولو فيه مشكلة ودا ممكن يأثر يعني ممكن يبقى كل حاجة تمامة تمامة وغلطة واحدة صغيرة هي لاتبوز الدنيا فأنتو بتهتموا إزاي أنت كمودية تسلو مهتم إزاي أنه الجسد بتاعك يدي ريفيو يقول إيه أو يكلمك أنت شخصين يديك النوتس أنه فيه كذا لا فيه مزايا كذا طبعا هو طبعا كل الناس في القطاع من أول الأصغر واحد لحد أكبر واحد يهمه دايما نعمل نقول إزاي كاستمر إزاي كينج أو إزاي دايما نقول الجسد الجسد بي دايما بنحس أنه جاي بيته فالناس كلها بيهتم بالحتة دي عادة احنا بقى زين رائبة نعمل لها كنترول فدايما بيبقى عندنا فيه أقصام مختصة زي بنسمحنا عندنا الجسد بيبقى احنا أصلا بنمسك الجسد من أول ما بيحكس حجز على القناوات الأونلاين بيتواصلوا معاه سواء بقى عن طريق إيميل كوريسبوننس أو بتتصلوا بيه بيشوفوا معادة الوصول بتاعه إمتى هيوصل الساعة كذا بيقود بيحب قودة سموكين نونسبوكين بيحب دوره عالي دوره أردي في الناس بتبقى مصممة تنزف نفس القودة بتاعتها نفس الموضوع ودي أداة تسويق برضه بنتعمل يعني حتى الأوتيل بيعمل شجرة باسم الجسد وبيجي كل سنة يزورها ويجي نفس الأوتيل ودي يعني منتشرة جدا بتتنادق كتير بيزرع شجرة بيزرع شجرة حط عليها اسمه عليها نيمتاج باسمه بيجيب يلو في مدارس اليادان يعني بتتعمل كمان في المتلات في الغرداء أو شرم الشيخ كتير جدا فدي برضه بتبقى أداة جذب جدا لسائه فبيتبص بقى على التقارير بتاعة الريفيوز بيشوف الريفيوز بتتراجع بتردى على الناس بيشوفوا لكم اللي متاعاتها كانت ايه يعني احنا دايما طول ما المشكلة موجودة أو طبيعي يبقى فيه هي أزواء لو لا اختلاف الأزواء لبارة السلع لو فيه كلينت أو فيه جسد موجود في الأوتيل وعنده مشكلة ودايما صعادها أو بلغ بها الأوتيل اللي يحلها لقى نصبط ودايما بيروح دايما يرجع له عشان يكتب الريفيوز الريفيوز دايما مهمة جدا سواء هو سالبي أو إيجابي يعني أنا دايما بحب الريفيو ودايما أحب أشوف صورة للريفيوز خد بالك اللي بيدور كمان بأول حاجة يبص عليها نفس تعليقاتها بتقول ايه بالظرر لا بيدور على الناس كات بقية عن الوقتال وده بمنسبة له مرجعية نجد يعني نف مصبوط هو دايما هو دايما الاي كونتكت الاي كابتش اللي بيتشوف الأول حاجة الصورة شاف الصورة تاي على طول دي بتبقى عشر سوايني تاي أول حاجة بخي ياخد القرار هو الريفيو والريفيو شوفوا حديث أو جديد طالب أنكي ناس بتدور على اسمه تير يدوروا على عشان روحهم أسل على الروح الدسك أسل عليه دي حقيقة ده برضو ده تسويق طبع ده نعمة تسويق نرجع أعتقد ده أهم زي ما أنت قلت عنصر البشر يأهم معنا جدا نرجعنا أن نحن كلنا من أول زميل آخر المدير الفندق كلنا بنسوق الوتيل كلنا نسوق البرودة كتبتا عنها فالريفيو مهمة جدا حتى لوكاية السلبية لأن السلبية يخليني أشتعلي وغيره لو عندي حاجة في سيرفوس محتاجة أقب بالي منها محتاجة زود خدمة معينة البول مش هيتد أو البول بيحتاج لكن أنا عارف كان زمان الحكايات الورق وتكتب الكومنت هل أنتم محتمين قبل ما تطلع على النات لأنها وقت بتبوز الدنيا أنه يكون بيتواصل معي كنتوا الأول يقولوك دايما إذا كان مشكلة على طول الجسد بيروح جاي على طول أنا عندي مشكلة ودايما الناس بتبعي التواصل معي في الأقصام عندنا يصلحوا إيه المشاكل ويصلحوها وفي حاجة بتحصل طبيعي بتحصل في أي حتى في الغرفة تتغير دايما موجود والتواصل الوتيل كله أنا آي كونتكت مع الجسد الجسد بيطلع منزل من الأودة بيروح على البول إمكان أو بيروح المطعم رغم الأعداد بالضبط فده محتاج طبعا مهم مشكلة بصراحة على الناس اللي شغالة في الوتيلات خليت نحن 24 شغالين زي ما قلوك 24x7 وعياد أو في موسم وبيقدي فرحان دايما هو العمل البشر اللي هو الأساس فدايما يكون في مشكلة بتعمل لها سورت وتتحلق نصبت بناخد عليها ريفيو كويس فدايما الوتيل بتهتم بالريفيو تفضل يدي الريفيو ولو عندك حاجة سلبة نحلها سوا ولو في حاجة إيجابية حتى لو في جسد كان عنده مشكلة ومبلغاش الوتيل وحطاها على الريبيو الناس بتتواصل معه أو تبعاته حاجة التواصل نفسه مجرد التواصل دايما يحسسك بالاهتمام طبعا بيهديه بيخليه دايما يفكر هاف سينك توايس فأنا ممكن أجري أجرر إكسبيرانس تاني أشوف في زيكانة حالة حتى لو في كانت مشكلة حصلت مصبوط مصبوط لأداة مهمة جدا من أدوات التسويق إن أنا قطيلي بيعنده رانك عالي في الريبيو كل ما بياخد النهاردة عشرة من عشرة ولا خمسة من خمسة غير بياخد اتنين من خمسة حتى تنافس الواتلات المواقع حتى الحجوزات عندها أولوية للريبيوز إحنا دقلنا ما يقولش نشوف الختمة كانت عامل إزاي التست كان عامل إزاي في الأكل ونحن عاديين في الأكل في القوتيل النهاردة في الريزورت 24 ساعة هنأكل ونشرب ونتغدى ونتعش فمحتاجة بقى مطمئنة على كل حاجة صدقيني الريبيوز بتغير توجه الحاجز كله يعني بيغير قرار تسفر من القوتيل للقوتيل تاني خالص على حسب الريبيوز غير بس مش بس القوتيل حلوة جدا بس لأسف الريبيوز عنده مش أحسر حاجة أو فيه خدمة معينة مش مزبوطة طيب بمناسبة أنه احنا من التكلم عن السائح اتغيره واتغيرت متطلباته كمان خلينا الكلام على جزء اللي بقى بيدور أو فيه جزء جديد اللي بقى بيدور على الفنادق صديقة البيئة بيدور على كمية الاستهلاك بيدور على أنه فيه طبيب بيطري موجود ولا لأ بيتابع الهايجين وكلام ده فخياني الكلام على ده وإزاي ده عمال يتغير كل شوية وبذات بعد كورونا والحيان نحن طورنا في الجزء دي كبير وفيه لجان مستمرة حتى الآن بتنزل تشرف على القوتيلات وبتدي نجوم زيادة طبع هو إحنا أريدي كأوتيلات كنا شغالين على القصة دايما فيه حتى الشهادات الغيجين وشهادات الهاسب شهادات عالمية معروفة ومعتمد بيها من جهاد عالمية بيقضوها دايما الناس على طول وعشان يصرح لي تشغيل منشأة أو الريستورانت أو الفندو أو أي حتى لو سنجل حتى أي موحجة فسالتي موجودة في الأوتيل بتقدم حتى فود ان بافرش لازم تبقى عندها شهادة صحية للموظفين ولمراجعة للأطعامة والأغذية اللي بتقدم فيها هو موضوع شغال من زمان بس طبعا بدأ الفوكس عليه بعد موضوع الكورونا عشان تغيير التوجهات للناس الناس النهاردة باتت ناخد بلا كان فيه إجراءات كتير مستجدة يعني عايزين مسافات ما بين الأكل عايزين لأتحطوا بقى مصبوط نيشيف نلبس ماسك يبقى فيه حاجز ميرور ما بينك وما بين فيه إجراءات استمرت بالفكر فيه إجراءات طبعا بس طبعا لما الدنيا خفت شوية ريحنا شوية بس برضو بالأمانة عايزة شئت بدور للوزارة عملوا حاجة كويسة جدا في فترة عملوا عادة تصنيف لبقى تلجان تطلع على الفناديق تعمل عادة تصنيف في الفناديق النجوم انت خمسة تسوى كباس محتاج تطور من نفسك انت ديولوكس محتاج تعمل حاجة معينة السيربس فيه ناس معطرد وفيه ناس عجيبها هو طبيعي يعني الأزواق مختلفة بس في الآخر هو للمصلحة انت عارف فيه قتلات فايف ستارز ويعني أبوف كمان يعني ينادى نقول انها أكتر ومع ذلك نزلت طبعا علشان مثلا خدمة أوهر ومعايير لازم فتلاقي ناسك استورفت جدا ان ازاي الناس يتنزل عشان نحافظ هو بيقيم بفندق بالبلد الدستي نيشن نهارده يقدر نقول البرندات العالمية الموجودة انسحبت أو لا موجودة أو لا فماش بس الموضوع من مشغل مدني اخذ بلد فيه قتلات يعني فيه قتلات تعرفت تجدد نفسها وتطور نفسها وفيه قتلات مش صعب انها تعمل بنية تحتها من قوله جديد صعب لكن انا فاكر كويس قوي تعرف الكارت اللي كان يتحط ومجرد ما تشيل الكهربا تفصل عن القوضة فيه تلات رجع تاني تعمل ده مهما كانت عندها انها رفاية نت جدد رجع تاني تعمل ده عشان الاستهلاك عشان توفير نهارده بالزبط ودبقى صديقة البيع نهارده تتعمل الميا ريسايكل طبعا وموضوع الكهربا والميا النهارده فيه تلات كتير جدا بالزات في محوظات السياحية بلتشغيل بالطاقة الشمسية مش بس نقص الأسوان وحفظات كدير والدولة صرفت فيها مباست كدير جدا عشان خاطر نتحول للطاقة الشمسية عندنا الشمس حتى في أز الشتاء الشمس طلع وقويسة جدا مصدر مفودي تصدر طبعا فده مهم جدا بيوفر واليوتيلتز النهارده دينا شاهد فيه قزمة الكهربا فالكهربا حتى مكلفة جدا في تسعيلة الفنادي فالنهارده التوجه للمية بيسيكل المية الموجودة وللزرق النهارده فيه الخضرة والسيستانيباليك وفيه الوقت قتلات بقت بتزرع يعني عاملين مزرعة صغيرة كده بيربوا شوية حيوانات وفيه مزرعة تانية عاملين فيها طماطب طبعا حاجات الأورجانيك وبيبقى دابوا فيها على جنب كتاة صغيرة من منتجاتنا طبعا فيه قتلات مشهورة جدا بدا وبيخلي السياحي بيزرع معاهم يحصلوا المحصول عامل جزء ده حقيقة هو دايما كلها أفكار وكلها بتخدم على المنتج السياحي واتخلينا كلنا عندنا أريحية وعشرة مع السياح عايز أقولك على حاجة أن فيه سياح وفيه جزء بييجي بيترتبط بالنس بيسأل على الناس بيبقى عارف هقولك بالقس أنت ممكن أظن تستخدم البناء ده تسوق به ده حقيقة عارف الشف بيبقى جايب بيسأل عليه هو بيسكينه كل مرة فبيقى مرتبط به صعب قوي يبقى دايما ريبيتر جزت ودايما ده يبقى قوي في السينيور اللي هم العمار اللي هي الأوفر إيج شوية بييجوا برضو يقضوا فترات في مصر والمناسبة للشتا النهاردة في مصر جو مناسب جدا من نسبة الدول الأوروبية فالنهاردة بيحتاج ييجي بدل مشاغل الدفايات وقاعد في جو هناك ومصروف عالي جدا فبرضو أزمار عالمية وقاعد في بيته وبيقى صحية ومتنفس طبيعي وكسجين وطاقة إيجابية متجددة نهاردة كمان السياحة ما بقيتش بس طرفهية علاجية بزد في انرجي عندنا مصر وعندنا تسخر في كل حتة في مصر نقدر نطلع بيها نطلع بيها منتجة يعني طبعا فكرة أننا نسوى للدول العربية أعتقد دلوقتي يبقى سهل ويمكن الإعلام بتاعنا مساعدة بطريق غير مباشر أن يكون بيسوى للسياحة وأتمنى الأفلام كمان الدراما عندنا مساوى لأن تعرف هم يحبوا الدول العربية يحبوا قوي الدراما خلينا نروح بقى الأسيا وشرق أسيا وجنوب شرق أسيا والبلاد اللي هي منحلة منها ترجع تاني لأن الصينين الصين مثلا كدولة على قد ما هم يعني دوم اشتراكية وكده لكن هم بيهيجوا يصرفوا هنا كويس جدا وخاصة أنهم يعودوا مدة طويلة الصين لسه أنا كنت بقول من دمن الأخبار أنه إن شاء الله حيبقى فيه في شهر 4 وشهر 5 في مدنتين مختلفتين في الصين حيبقى فيهم برصة ومصر هتشارك فيها بقوة تفتكر الصينين ممكن رواجلهم المقاومات بتاعتنا إزاي الحسل الأعداد بدل من 150 مليون سائح للعالم يجي منهم 10 مليون طبعا يعني زي ما قلت بالضبط أنت أولا تنفعي معنا مساوقة سياحية بمراعية يعني ما شاء الله يعني فقدين نقول أن الصينين والعالم كل مهتم بالشير السيني من السياحة الصين طبعا أعداد هما النهاردة بيصدروا 150 مليون سائح وزي ما قلنا بيصرفوا حوالي 250 مليار دولار عندنا شير سيني تأثر شوية بالكورونا النهاردة فيه أخبار مباشرة جدا إحنا عندنا طائران الصيني هاينان الصيني هيمن من أول 21 يناير الشهر ده هنزل ثلاث رحلات أسبوعية على مطار القاهرة المدينة تشينزو على مطار القاهرة ثلاث رحلات والطائران ده طائران مسببه طائران الأحلام من الطائران صادق البيئة الطائرات بوين جبيرة بشيل 300 راكب وصلت بأرخيصة 8500 لأنه تعرف السفر 9 ساعة ونصر 13 ساعة ده مشور طبعا ده لو حت لو خدوا وان وي يعني لو خدها بالزبط وطبعا مختارين مصر كأول دولة أفريقية يطياروا عليها طيار مباشر من الش نزول الصين فده هيساهم بدرجة كبيرة جدا في السياحة من الأول خلاص الشهر ده حبان الصين يحتاجون دائما بالسياحة الثقافية النهاردة نحن عندنا بصورة تفتح المصح في المصري هيجي النهاردة زي ما قلنا يشوف متحف المصري يشوف الأهرمات يشوف كايرو ويطلع يعمل يشوف الأسفال وعلى كده ممكن يكمل سياحة ترفيهية على الغرداء فالنهاردة العائل الصين بيجي متوسط قامع عشر ليل بيتحرك كومبر إزيماء كومبر هنصف وغرفة المنشآت الفندقية والوزارة وخلية النحل بصورة دورية بيتبعت مغرفة المنشآت تعرض السفر والسياحة الدولية اللي مصر بتشارك فيها بطول كل الفنادق وكل الشركات السياحة علشان يطلع ان نشارك فيها في الاستانداد بتاعتنا ونعمل اجتماعات وان تو وان ويمدوا ديلز وقدموا أسحارهم ومعرضتهم في أوريدي شهر أربعة في مدينة مكاو الصينية وفي عندنا كمان في جوانزو معرض مصر مشاركة فيه كمان ربعي كانك حفظت أسانيهم ده لأصلا واحدهم دول مشكلة مكتوب عندي انسان لان اقوله محنا نشام في المجال فنحاول على قد منقدر نبقى مركزين هتبقى بتحضر الورصة دي بقى بإذن الله طبعا كمان تشيك براغو روسيا فيه برضو معرض اسمه في روسيا برضو الغرفة مشاركة فيه روسيا مع كل الدوشة دي هاملهم معايا طبعا هو استيل بيكفر الناس دي عندهم حرب وحليمش عادي بقى لهم طويل نفس الطويل نفس الطويل كمان مع طوقي وفيه برضو معرض سياحة في طوقي وفي اليمن لانهم برضو بيصرفوا همين يعني يخسرهم فترات سنين طويلة جدا جدا فتوجه النهاردة بقى نبص على لناخد شير نعوض بس مش بس في السياحة الأوروبية والسين باي زوية تتفوق كمان على السياحة الأوروبية لان الاعداد وهم بيهتموا بالسياحة الثقافية والتلاثية وهي دي أقصر حاجة عندنا في مصر نفسي ما قلت إحنا رقم واحد ومهما حصل إحنا استيل خير ربنا على مصر في وجود الأسهار دي عندنا فاستيل عندنا الشير ده مصبوط أولا أنا سعيدة بوجودك معنا إسلام وألف مبروك على الجائزة لأن أظن دي برضو طريقة للتسويق طبعا يعني لما يبقى مدير التسويق في قتال هو كده عمل للقتال كله تسويق دي حاجة ممكن تتحط مع الوكالات المختلفة في أنه دي المدير التسويق بتاعنا أخذ جائزة على المستوى العربي وطن العربي دي أكيد حاجة عظيمة جدا ألف مبروك مرة تانية نورتنا يمكن أنت أول مرة تيجي معينا في بلد طيبة بس إن شاء الله تبقى معينا على طول بنشكرك على وجودك معينا النهاردة وبنشكر كل مشاهدين يعني أنا لسه بقول إحنا في أول حلقة في عشرين أو أربعة وعشرين إن شاء الله تكون سنة خير وأبقى قاعدة قدامكم دلوقتي في نهاية السنة أقول إن إحنا حققنا أرقام ما حصلتش قبل كده طول ما إحنا عندنا ناس بشطرة إسلام وبشطرة عدد كبير من رجال الأعمال وكل الناس اللي تشتغل في خطأ السياح كل سنة ونطيبين سنة ساعد إن شاء الله على خير وخير على مصر كلها نشوفكم إن شاء الله الحلقة جائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة